نوران عظيمان متكاملان ينيران لك طريقك إلى الله هما كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وقد جمعت السنة منذ القرون المفضلة في دواوين متنوعة أعظمها وأهمها على الإطلاق هو صحيح البخاري واسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأيامه وصحيح البخاري هو أعظم الكتب بعد القرآن الكريم قال عنه الذهبي أجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالى وقال الكرماني أجمع المحققون على أن كتابه أصح كتاب بعد القرآن وقد اعتنى البخاري بكتابه عند تأليفه عناية قال البخاري ما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته وعدد أحاديثه يزيد على سبعة آلاف حديث وقد انتقاها من مئات الألوف من الأحاديث المروية وراجعها في سنين عديدة وهذا يدل على دقة انتقائه قال البخاري صنفت الصحيح من ستمائة ألف حديث في ست عشرة سنة وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى وقال أيضا لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت من الصحيح أكثر وقد تلق العلماء صحيح البخاري بالقبول جيلا بعد جيل قال ابن كثير أجمع على قبوله وصحة ما فيه أهل الإسلام وقال النووي اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة ومما يدل على أهمية صحيح البخاري قيام مئات بل ألوف العلماء عبر الأجيال بشرحه واختصاره والتعليق عليه والاستدلال بأحاديثه في العقيدة والأحكام ويظهر فقه البخاري في بديع ترتيبه ودقة تبويبه قال ابن حجر الكلام على تراجمه البديعة المنال المنيعة المثال التي انفرد بتدقيقه فيها عن نظرائه واشتهر بتحقيقه لها عن قرنائه فاطلع بنفسك على أول حديث وآخر حديث فيه وعلى بعض أبوابه وانقل لنا انطباعك عن الكتاب عبر التواصل معنا في التعليقات واحرص على قراءته ودراسته لتكون ربانيا قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون